كتابة الدال والذال بخط الرقعة الدال والذال في خط الرقعة قد يأتيان منفردين ويكتبان بهذه الطريقة ونلاحظ أن الدال والذال يستقران على الصطر وقد تأتي الدال والذال متصلين بما قبلهما فإذا جاءت الدال أو الذال متصلة بما قبلها فإنها تكتب كحرف الراء بسن مرتفعة قدر نقطة مائلة نحو اليسار ثم تدور من أعلى والدال والذال في خط النسخ تتكون من جزئين خط مقوس يرتفع عن الصطر وخط يبرز عن الأول وينتهي بحلية وقد تأتي الدال أيضا متصلة بما قبلها بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر